والله يا عمري ما هشوف أسرع من الوصفة دي بجد للتخسيس الوصفة دي بتحرق وبتفتت الدهون وكمان بتخسس كيلو واحد في اليوم أنا جربت الوصفة دي سبعة أيام ووزنت نفسي لقيت نفسي خسيت ستة كيلو نص للأمانة وإن شاء الله وصبي بس عليها لأنها بتسد النفس وكمان بتنزل الدهون وبتنزل الكرش بطريقة رائبة جدا عايزة جيبسة وصبي عليها وتشوفي هونتو شبعا شوفتم أنا خسيت إزاي لأن أنا بعمل الوصفة وما بعملش ضايت يعني أنا من نفس الوصفة بتخليني ما باكلش كتير تمام هابدأ أعمل معاكم دلوقتي الوصفة حلوة جدا وبمكون موجود في كل بيت إن شاء الله بس متنسوش بقى تحطوا لي لايك للفيديو واشتركوا معايا في القناة أول حاجة حبيبي هابدأ أعملها أنا معايا الكوب ده ويفضل أنه يكون كبير كده ما تجيب ليش بقى كوبايات صغيرة لأ هاتي كوب كبير كده مجي كده وهابدأ أضيف فيه بقى المقونات اللي أنا هقولك عليها دلوقتي دي أول حاجة هاضيفها هي ربع معلقة ملح والملح ده مهم جدا 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 في الوصفة بتاعتنا دي تمام بعد كده معايا النهاردة برضو هاخد نصف لمونة الناس اللي عندها حمودة ممكن ما تستخدمش اللمون احنا بنحط اللمون عشان يديره طعم حلو تمام هعصر نصف لمونة لسه بقى فيه أهم مكون هنقول عليه دلوقتي بنحصر نصف لمونة فقط كده بعد كده بقى المقونات الأساسي بقى اللي أنا هضيفه النهاردة على الوصفة دي وهو الكمون بصوا ده الكمون الحصر لو انت ما بتحبيش طعم الكمون ضيفي معلقة من الكمون الحصر لو انت عادي ان انت تستخدمي الكمون المطحون يبقى خودي نصف معلقة فقط لانه طبعا لما بيبقى مطحون بيخرط كتير جدا اهو هاخد نصف معلقة من الكمون لو حتستخدميه حصر خودي معلقة واحدة كبيرة بالشكل ده وطبعا قبل ما تشربيه هتصفيه حبده انزل بقى بالمية السخنة واحد ما حاجه بقى هقولك ازاي هتستخدميه الناس اللي بتاخدوا الوصفة وتجري مش هتستفادي اعرافي ان انت هتستخدميه ازاي هنقلب بقى كده كويس قوي بالشكل ده ها وكده المشروب معايا بقى جاهز تمام هنشرب المشروب ده ازاي هنشربه بارد مش سخن ما تشربهوش سخن يعني سبيه لما يبرد خالص تشطفي الاول واسحي من النوم كده على غير الريق طبعا الصبح اول ما تسحي من النوم اعمليه وسبيه على ما تتوضي وتصلي وتخسيري وشك هيكون برد هنشربه بارد تمام دي مرة تاني مرة بقى هتشربيه برده قبل الغداء يعني قبل ما تيجي تتغدي شربي كوب برده قبل الغداء بساعة اعمليه وسبيه برد واشربيه بالليل قبل ما تنامي اشربي كمان كوب هتشوفي بقى تخسيس استحملي اسبوع واحد وتعليلي بقى في القناة واكتبيلي كومنت وقليلي جاب معاكي نتيجة ولا لأ اسبوع واحد سبعة ايام هتخس فيهم سبع كيلو يعني على الشهر كده الشهر كامل تلاتين يوم بتلاتين كيلو ان شاء الله وحتشوفي بقى نتيجة كويسة جدا جدا اتمنى ان شاء الله ان انتو تعملوا الوصفة دي وتجيب نتيجة حلوة معاكم بتنسوش بقى حبيبي لايك كتير قول الفيديو وشجعوني بكومنت حلو هرد على كل اسئلتكم ان شاء الله يلا اشوفكم فيديو جديد باي باي